كما تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية حيث مجمع مرغم واحد للصناعات البلاستيكية وتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع ومراحل الانتاج المختلط فتي به واستمع مدبولي إلى شرح حيث حققت الشركة مبيعات بنحو 155 مليون جنيه سنويا وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير كما استعد مدبولي مخطط إنشاء المنطقة الصناعية مرغم ثلاثة موجها بأن يراعى في إنشاء المنطقة ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما تعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة